المنصة كي تكون نافعة عليها أن يكون لديها ما يكفي من أموال بالعملة الصعبة ليقدر يدخل البنك المركزي بعملية القطع لأنه بتعرفي هالمنصة اللي بتجمع الصرفين والمصارف والبنك المركزي كل ما علي الطلب على العمل الصعبة على المصرف المركزي أن يدخل بدخ هذه العملة كي يلجم يعني السعر بالتالي أنا بعتقد أن هذه المنصة لأنه الكميات بالعمل الصعبة محددة فقط لغيات محددة يعني تجارية ومحصورة يعني مش منصة للعموم لن تتمكن من وقف السوق الموازي يعني سيبقى فيه سوق موازي للدولار ورح يصير في عنا يعني سعر جديد يعني سعر رابع للدولار وهذه المنصة رح تكون محصورة بس للتجارة وأنا بعتقد أنه هي مقدمة لرفع الدعم لأنه أهمية الدعم ما كان على إداء عمل بيها هذا الدولار إلى 3.900 أو 8.000 أو 10.000 مثل ما رح تكون على المنصة أهمية الدعم كان أنه مصر في المركز عم بيأمن عمل صعبة للتجارة وبغياب العمل الصعبة ما رح يقدروا التجارة إلا أن يروحوا على السوق الثالثة يشتروا فهذه المنصة قد تكون مدخل لمعالجة الشح بالعمل الصعبة بس مش بكمية كافية لهيك بالتالي رح يكون زار المنصة مرتفع يعني بحدود 10.000 ولن تتمكن من إلغاء يعني ما رح ينضبط ما رح ينضبط سوق السوداء ما رح تنضبط وهلأ عم ينحكى عبر التواصل الاجتماعي عم ينحكى بدولارات عم تجي بشنت وهذه الدولارات عم بيحذروا منا أنه تكون مزورة وخصوصاً اللي عم بتكون عبر الدليفري كل ما في حل كل ما في حل اقتصادي يعيد اطلاق الاقتصاد وبرنامج مع صندوق النقد الدولة كل ما في شح بالعمل الصعبة يعني ما في حل الأزمة يعني الدولار على ارتفاع يعني عمليات التزوير والخداع رح تكتر وبالتالي أكيد ما نستنظر كتير أمور على الناس تكون متنبهة المصاري اللي بدأت أخذها بالعمل الصعبة يجب أن تكون متأكدين من مصدرها أطع على مكانات المصاريف أو على عند الصرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر